النهاردة حنتكلم على ايه يا ستاة النهاردة حنتكلم على حاجة بقالي كتير في الحلقات ما عملتهاش وهي فكرة ان يكون معنا فنانة ونجمة نشوف اللايف الطالب بتاعها تطلع تقول الناس عادي ان التجميل مش عيب هي بتعمل تجميل والبنات بيعمله تجميل وما فيش حاجة ما ينفعش نتكلم عليها ودي اصرار حربية لا ما فيش عادي جدا ان احنا نطلع نتكلم على مشكلة عندنا نعالجها بدون كسوف بدون احراج انا عارفة ان فيه سيدات كتير قوي بيمنعوا ولادهم من فكرة ان هي تعمل عملية تجميل اعرف بنات اصدقائي بتبقى الام منع خايفة على بنتها فالبنت تكون بتعايني من وزن زيادة عندها سمنة موضوعية ممنوع ممنوع منع عن باتة تجيب الفكرة دي في دمخها يعني ما ينفعش انا عاوز اقول للستات اللي بيشوفون ما تحرميش بنتك تعيش بسعادة هتقولولي هو انتي طالعة تقولي ان التجميل هيخلي بنتي تعيش في سعادة لا التجميل هيخلي بنتك لو عندها مشكلة حقيقية في ثقاتها في نفسها فلو عملية العملية دي اه نفسيتها هتبقى احسن طبعا طبعا لما بيبقى عندي مشكلة في شكلي ببقى طول وقت متوترة عاوزة ادريها عاوزة اتخلص منها عاوزة ان الناس بيبسطوا عليها يمكن الموضوع ما يبقاش كده خالص يعني يمكن انو الستات لو كانت وصخة في نفسها وما فيش حاجة بتهتها او بتتعبها نفسيا تقدر تستحمل بس في بنات صغيرين لا هم بيبقوا عاوزين وحجامع عاوزين يبتدوا يروحوا شغلهم شكلهم حل وجسمهم حل ولابسين حل فانتي ليه بتمنعي عشان انتي خايفة عشان انتي كمان ما عندكش الوعي والكامل بالعملية دي مخيفة ولا لأ العملية دي احنا شفنا الفنانة الله يرحمها القديرة سعاد نصر لما كان موضوع عمليات التجميل بتاعها وخد صدى بس هي ما باتتش اصلا يعني بسبب عمليات التجميل بسبب التخدير ففي ناس كتير قوي بتروح تعمل عمليات عادية وتتوفى بسبب التخدير فانا عاوز اقول لكم على حاجة اولا العمليات دي هي اسمها عمليات اليوم الواحد فممكن تاخد بنج موضعي وتعمل عملية ويحصلهاش اي حاجة خالص بالعكس تتبسط وتبقى وثقة في نفسها اكتر تبقى سعيدة اكتر وتبقى لزيزة ومنتعشة وحسة انه الدنيا كده يعني فيها كل حاجة حالوة انا من الناس الزمان لا مناخيري ما كانتش عجبيني فروحت عملت عملية تدمير في مناخيري بقى لي كم سنة سبع او ثمان سنين يعني اعتقد في سنة تتصورة يعني لو ما كنتش ناسية لا بجد لما عملتها والدي الله يرحمه قال لي خلاص عمليها عمليها انتي بقى لي كثيرات سنين ازن ففي الاخر قال لي لا خلاص عمليه وروحت عملتها واتبسطت بالنتيجة حقيقة نفسي بقى شكلها مختلف اكتر من كده بس يعني عم تتبسط فما تمنعيش بقى بنتك ان هي تعمل كده ان انا بجيلي كمية يعني كمية رسائل والدتي مش موافقة ان انا عمل عمليات تكميم والدتي مش موافقة ان انا عمل عمليات شفط والدتي مش موافقة انا عمل عمليات تكميم في مناخيري والبنات بتمقى متضايقة تتجوز تتجوز يجي جوزها يقولها لا لا مش هتعملي تم انت عاوزها حلوة وعاوزها يعني في صورة لطيفة لا برضو مش هتعملي يعني نغير تفكيرنا شوية نروح ندخل على الموبايل ونقرأ ونفهم